أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على أن الوضعية الاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها تونس أصبحت تحتم العمل على توفير الإطار الملائمة لإنعاش الاقتصاد وتوثيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين وتحسين مناخ دفع الاستثمار وشدد المجلس في بلغ أصدره البنك المركزي التونسي على ضرورة التسريع في القيام بالإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار التوازنة الاقتصادية الكلية مع وضع الآليات الكافلة بحماية الفئات الهشة وأشار المجلس إلى أنه على المستوى الوطني وبالرغم من بوادر الاستئناف التدريجي بعد الخروج من فترة الحجر الصحية فإن النشط الاقتصادي ما زال يعاني من تأثيرات الجائحة على الطلب الداخلي والخارجية في ذل القيود التي عادت لفرضها أهم البلدان الشريكة وأعقد هذه الإجراءات تعافي القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير وقطع الخدمات سيما السياحة والنخل الجوية إضافة إلى تذبذ بإنتاج القطاعات الاستخراجية بالعلاقة مع المناخ السائد على المستوى الداخلية وسجل المجلس بخصوص تطور الأسعار تراجعاً ملحوظ لنسبة التضخم إلى حدود 4.9% بحساب الانزلاق السنوية في شهر نوفمبر 2020 مقابل 5.4% قبل شهر و6.5% في نفس الشهر من السنة الماضية ويعود هذا التراجع إلى الانفراج المسجلة على مستوى أسعار كل المواد وخاصة الغذائية منها التي تراجعت إلى 4.3% مقابل 5.6% في أكتوبر الماضي وحافظ تضخم المواد معدى المؤطرة والتازجة في شهر نوفمبر 2020 على مستواه المسجل في الشهر السابق أي 4.9% في حين واصل تضخم المواد معدى الغذائية والطاقة منحه التنزلية ليبلغ 5.9% مقابل 6.1% قبل شهر وفي مستوى القطاع الخارجي لحظ المجلس كذلك التقلص المهم لعجز ميزان الدفوعات الجارية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة عشرين وألفين لينزل إلى 6.2% من النتج المحلي الإجمالية مقابل 7.9% في نفس الفترة من السنة الماضية ويعود ذلك أساسا لتقلص العجز التجاري تبعا لانقفاض الواردات بنسق أسرع من الصادرات بالعلاقة خاصة مع تراجع الطلب الداخلية وفتور النشط الاقتصادية إضافة إلى تقلص عجز ميزان الطاقة على إثر انخفاض الطلب على هذه المواد وتراجع أسعارها في السوق